أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة المعلمين في دورتها الثالثة النتائج النهائية والرسمية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي أعقدته اللجنة اليوم في مقر نادي المعلمين في العاصمة عمان تفاصيل الفرز ونتائج نتابعها في التقرير التالي أقفلت صندق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء وما هي إلا دقائق معدودة حتى بدأت النتائج الأولية بالظهور في مختلف المحافظات النتائج الأولية والتي كانت ترد إلى نادي المعلمين تباعا أشارت إلى تقدم المستقلين لتأتي النتائج النهائية وتؤكد حصول المستقلين على 169 مقعدا في الهيئة العامة لمجلس النقابة من أصل 316 مقعدا ما يعني حصولهم على أغلبية مقاعد المجلس لأول مرة حيث اعتبروه إنهاء لهيمنة التيار الإسلامي على النقابة واحتكارها تحت لون واحد لتكون نسبة المستقلين أكثر من 53% حصة المديرية الزلقاء الأولى من المقاعد الفردية سبعة وبالتالي اعتبر المرشحون فارح محمد المومني فائزا أحمد فتحي أحمد إسليم فائزا الإخوان المسلمين بدورهم أصدروا بيانا يحمل عنوان معلمو الأردن يجددون الثقة بالإسلاميين هذا البيان الذي حمل معه العديد من الأسئلة لا سيموا أن الأرقام تدل على معطيات مغيرة وتشكل مفارقة في تاريخ النقابة الآن ظهرت النتائج أن هناك تغير واضح بعضاء الهيئة المركزية نعمل الآن من جميع الزملاء اختيار الآن مجلس النقابة للعمل على موضوع مهنية التعليم والتركيز على خدمة المعلم مراقبون وصفوا البيانة الإخواني باللهجة الجديدة لا سيم بما وصفوه بالتراجع الطفيف في بعض المقاعد النتائج النهائية أعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي حيث جاءت ترتيب الكتل على النحو التالي محافظة العاصمة فازت كتلة المعلم محافظة إربت فازت القائمة الوطنية محافظة الزرقاء فازت قائمة الكرامة محافظة المفرق فازت قائمة الوفاء محافظة العقبة فازت قائمة وطن محافظة جرش فازت القائمة الوطنية محافظة البلقاء فازت قائمة الإصلاح محافظة مادبة فازت قائمة المعلم محافظة عجلون فازت القائمة الوطنية محافظة الكرك فازت القائمة المهنية محافظة الطفيلة فازت قائمة الارتقاء أما محافظة معان فازت قائمة المعلم بالتزكية تمنى من المجلس الجديد أن يخدم المعلم في العملية التربوية وأن تكون أهدافهم أهداف لخدمة المعلم وارتفاع برقي المعلم لتسير العملية التربية والذي يستفيد منها الطارب أولا وآخرا مع خروج النتائج النهائية التي حملت تغييرا للقوة عدد كبير من المعلمين يطمحون إعادة بلورة جسم النقابة لا سيما مع دخول لون جديد عليها لم يعتاده المعلم وسط الطموح بالارتقاء بالتعليم وبالمهنة جورج برهم رؤية